لنا نروح لخبر أخير خبر مهم الحقيقة وشايفينه حدث ولينا دايماً السابق إحنا كبرنامج الأبطال بنجيب الحاجات المستخبية اللي الحقيقة مش كل البرامج بتاخد بالها منها في حدثين في جمال الأجسام هيحصلوا على أرض مصر في منتهى الأهمية إيه هما؟ حدث الأول هي أولمبيا مصر للهوا بتنظم تحت رعاية طبعاً فريق كوسكواد وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة البطولة دي أولمبيات مصر للهوا هتتلعب الفترة من 26-29 أكتوبر طب إيه البطولة دي؟ بيخش فيها لعبين كمان أجسام وبتدي تسع بطاقات احتراف للعيبة يعني بتدي تسع بطاقات احتراف للعيبة يلعبوا في بطولات المحترفين اللي هي في الآخر بطاقات المحترفين دي بيتأهل لمستر أولمبيا ودي للمرة التانية تنظم في مصر وده حدث كبير جداً وفتح باب الاشتراك بتدى النهاردة النهاردة طيب إيه الحدث التاني برضو في كمان الأجسام؟ البطولة التانية هي كو برو لأول مرة في تاريخ مصر يتم إقامة بطولة محترفين لكمان الأجسام ومؤهلة لأولمبيا مستر أولمبيا العالمية هتقام على أرض مصر المرة الأولى في تاريخها وخلينا أقول لكم أن كو برو دي البطولة اللي حامل اللقب بتاعه يروح مستر أولمبيا السنة الجاي واللي هكون بعد البطولة الأولينية هتبقى من 30 إلى 31 أكتوبر وبالفعل فتح باب التسجيل طيب الفئات الأربعة اللي مشاركة فيها إيه؟ بادي بيلدنج 212 وعندك الفيزيكس وكلاسيك فيزيكس الأربع فئات دول الأول منهم هيروح مستر أولمبيا طيب جواز البطولة دي 60 ألف دولار هتقول لها كابتل 60 ألف دولار ده رقم شكل كبير لا رقم كبير جداً في جمال الأجسام بطولات العالم ممكن بطولات يعني تيكساس برو البطولات اللي بتعمل في أمريكا وأوروبا والكلام ده كله ممكن جوازها بتبقى نص الرقم ده فجوازها 60 ألف دولار أي مليون و30 ألف جنيه مصر ده حدث كبير جداً وحدث بتلعى وزارة الشباب الرياضة وحدث فيه أكتر من 20 دولة مشاركة أكدوا مشاركتهم خلص هيشاركوا ليه؟ لأن فرصة بطولة ويتآهل منها المستر أولمبيا ونتمنى كل التوفيق الأبطالنا وما ننساش بيجرامي والأربع المصريين حسن مصطفى والورداني وكمان من تاني يا جماعة الرابع أربع لعبين احنا معلش أنا أسف مش فكروا ولكن أربع لعبين هيكونوا بيلعبوا في مستر أولمبيا بيجرامي حسن ورداني وعندك حسن مصطفى والرابع أنا مش فكروا الحقيقة بيتأهلوا اللعبوا في مستر أولمبيا اللي جاي فإذا اللعبة دي احنا نقدر نتسايد فيها العالم فحاجة زي كده حاجة كويسة والحدثين كبار كمان تنشيط السياحة في مصر حاجة زي ده كل العالم هيرقبوا ويشوفوا وده ماشي مع اساس الدولة في تنظيم البطوات العالمية وده كان فراد لينا في برنامج الأبطال